اول ما تقرأ اسم باهر دويدار على عمل اعرف انه ده عمل جاسوسية بالدرجة الاولى يعني فيه تويست ما فيه تويكس كتير فيه حدوت خلاص احنا اتعودنا بقنا عارفين فخلوني الاول ارحب بضفنا العزيز كالكاتب والسناريست الكبير باهر دويدار مؤلف مسلسلنا الرمضاني القادم العائدون منور ربنا هخليك ده نورك ايوز هل العائدون باين من اسمه يعني زي العائدون من افغانستان العائدون من البانيا ولا انا عارف انك مش هتحرق المسلسل بس انا هحاول سرسبك في الكلام اه المبدأ واحد المبدأ واحد مبدأ انك انت تحصل انه حد يطلع من عندك ثم يمثل خطر عليك ويفكر في العودة فانت هتتعامل مع هذا الخطر ازاي دي بقى شخصية امير لا ده دي قضية المسلسل ده يعني ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه طول الوقت انه انه ده لو حصل هيبقى كارسة يعني طبعا مصر في تاريخها لها تجربة اكتر من تجربة في تجربة العائدون من افغانستان وكان في تجربة العائدون من البانيا يعني عندنا في التاريخ اكتر من تجربة وهو المسلسل عشان برضو بقى قلتلك حاجة ما بقاش ما قلتش حاجة خالص احنا المسلسل بتاعنا احداثه بتحصل من سنة 2018 لسنة 2020 وهو مستوحى من قصة حقيقية بتفاصيل لسه على طرف الثاني مستوحى لانه المرة اللي فاتت كنا برضو عندنا يعني شيء ما برضو متعلق بقصة وتفاصيل حقيقية المرة دي كده اه يعني الاصل الحدوتة حقيقي اه طبعا فيه صيغة درامية وفيه خطوط خيالية لكن الاصل الحدوتة الموضوع كل اللي اقدر اقولهولك انه كان فيه خطر كبير محدق بالعالم كله مش بمصر بس في المرحلة دي ومحدش منتبه له الاجهزة الامنية في مصر والكادة السياسية كان عندها من الرؤية انها تنتبه لهذا الخطر انها تسأل نفسها سؤال الخطر ده هيروح فين وكان مكلفة الاجهزة الامنية بانها جاوة على هذا السؤال يا جماعة يعني احنا هنتصرف ازاي في الموضوع ده الموضوع ده ايه اللي هيحصل فيه هنتصرف فيه ازاي ده المسلسل بتاعنا بتطور الحكاية كلها القرب المسافة الزمنية هيخلي المتفرج ان شاء الله يريليت طول الوقت يخلق ارتبطات اه يربط لانه يعني معظم ان لم يكن كل اللي بيتفرج حضر الايام دي يعني اصحاد دي من 3-4 سنين واعتقد انه احنا كل ما بالزمن بيعدي بينا في مصر بقت قدرتنا على تفهم الاحداث اكثر نتجا يعني نقدر نقول ان العشر 15 سنة اللي فاتوا دول خلقوا حالة من النتج في التفكير عندنا كبني ادمي تجربة شديدة القصوى انت خدت احداث كتير قوي 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 في زمن قصير جدا فده يقلمك الاول ثم زي اي بني ادم بتحصل له احداث حتى في حياته الشخصية ثم ده يثمر عن نضج بعد كده انك تبتدي تعلمت درس قاسي جدا فالما تيجي تتفرج عندنا تقول لا ما بقيت فهم حاجات كتير قوي بتقسها على الماضي يعني فاعتقد انه النهاردة المواطن العربي بعد 10-15 سنة من السيرك الجامد قوي ده كده لأ بقى عنده قدرة انه هو يفهمت الامور فالمسلسل رايح اكتر مش للحدث اللي انت عيشته قد ما هو لكواليس الحدث اللي انت مشوفتهاش يعني احنا معنيين جدا وده مهم قوي يعني ده شغلني جدا لانه دايما نقعد اقول امآن الاوان للناس انها تعرف اللي شافوه قدامهم خلال السنين اللي فاتوا كان ايه اللي بيدور في كواليسه علشان حالة الشك والتشكك اللي بتذهب وبتأتي على حسب كده الظروف فمهم ان الناس تبقى عارفة انه كان فيه كواليس شديدة القسوة اقصى بمراحل من اللي شافوه على خشبة مصرح الاحداث في الواقع يعني هقولك تعبير كده بيقوله الجماعة السياسيين والامنين هو يقولك فيه حاجة اسمها مين شو سايد شو صح احنا طول الوقت عنا مع السايد شو للأسف لانه هو السايد شو ده بيبقى شغلته كده حاجة مبهرجة وبتاع لكن هو ده شغلانة جانبية خالص ده هو معمول عشان يختف عينك في حين ان الموضوع الاصلي الهدف الرئيسي للحكاية انت مش شايفه خالص وهو بيحصل فعز الحدث مهما حلفتلك على ده مش بتفدقني يعني لا يمكن انت هتقبل ده مني لكن بعد الحدث ما يخلص ونتايجه تبان بيبقى قدرتك على تلقي المعلومة دي اسهل لان انا بكلمك عن شيء انت شايفه بقى على الارض خلاص انا مش بحكي لك وجهة نظري انا بقولك اهو حصل زائد انه فيه كمان في الكواليس انت عارف اللي حصل تاب وين اللي ما حصلش يعني اللي كان مخطط له انه يحصل واجهد مهذا انت متعرفش عنه حاجة خالص وده جزء كبير من مسلسلنا انا مش بكلمك عن حدث حصل لا انا بحكي لك ايه كان مخطط له انه يحصل والحمد لله عرفنا نجهده واجهدناه ازاي حلو جدا والمسلسل ده هيتكتب بقى من ملفات المخابرات العامة المصرية مقدرش اقول كده لانه هو هو مش بالزبط كده لكن هو مستوحى من قضية حقيقة قصة حقيقية حصلت بالفعل حدث بالفعل اه وابطالها عايشين على قيد الحياة يعني انظر للناس اللي تحب جدا انت شوف كده من ايام كنا نبقى متفرج على جمعة الشوان من ملفات المخابرات العامة المصرية فبشعر اولا بشيء كده ايه من الفخر والنشوة وفي نفس الوقت بقى عارف ان انا هشوف كم تفاصيل عمرها ما كانت تيجي على بال مواطن عادي انه يشوف كل ده بيحصل يا خبر ابيض والحاجة دي كان بتحصل عندنا في مصر والناس دي كان بتسافر مش عادة في لندن يعملوا ايه وابرس يحصل ايه وما الى ذلك فهستأذنك الاول هروح لفاصل وعايزة ارجع بعض الفاصل نكمل كلامنا مع كاتبنا والسيناريست الكبير باهر دويدار بالمناسبة مؤلف مسلسلنا بقى الرمضاني اللي جاي العائدون استنونا بعض الفاصل عمر زكريا مخرجنا الرائع الحبوب بيقول ان احنا فضلنا اربع دقايق بس انا فضلنا اربع دقايق دهو حاول استغلوهم من استغلال الامس القدر الامكان لمعرفة اي انسايتس حول المسلسل على سبيل مثال بطل المسلسل والشخصية الرئيسية هل هي عائد من منطقة ما ولا هو مسؤول عن عملية العودة يعني امير معامل شخصية امنية يعني امير شخصية امنية مسؤولة عن ملف وكمان امينة ومحمود عبد مغني ومعانا ممثل سوري محترم جدا اسمه احمد الاحمد نجم كبير وراجل موهوب وعمل دول احنا عاملين مسلسل اللي هو بان عربي يعني يعني معانا سوريين ومعانا لبنانيين وعرائيين وموسيين كلهم محترمين ونورونا ومعانا شوية نجوم مجموعة من نجوم الشرف يعني منورنا هاني رمزي ومحمد ممدوح يعني عندنا كاسم ومحمد فراج الله 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 لا احنا بنحكي من ناحية ناحنا اكتر مش من ناحية الخصم يعني الحكية من عندنا لكنه زي ما بقولك هو هي تجربة يعني نتمنى ان شاء الله ان الناس تنبسط بيها هي فرجة مختلفة لهذا العالم لانه هو فيه خلط يعني خلطة كده عاملينها ما بين انه الشغل الامني المخابراتي والتركيز على مكافحة الارهاب تحديدا ويعنيني بشكل شخص يعني كمؤلف انه نتناول موضوع الارهاب ده من زاوية اخرى انه طول الوقت احنا مركزين على مسببات الارهاب الداخلية احنا طول الوقت بنتكلم عنه احنا كما لو كنا احنا في موضع اتهام وطول الوقت وده عماليان مستفزاني انا كبني ادم انا مش شايف نفسي انا باهر يعني مطلوب مني ادفع عن نفسي في تصرف بتصرفه واحد اشي صحيح انت بتتهمني انا بيه انا لا وفقته ولا ايته ولا دعمته ولا عملت له حاجة خلص فانا لا انا محاسبش على تصرفه وإلا لو عملنا كده يبقى المان كلهم يحاسبوا على تصرفات هتلر ويبقى مش عارف بتاع نيوزيلندا يحاسب لا مش كده احنا مش المفروض نبقى في موقف دفاع ومش المفروض ان نشوف انه ظاهرة الارهاب هي وليدة هذا المجتمع ونقطة لا قد نكون احنا عندنا اسبابنا اللي بتساعد على ده لكن الموضوع اكبر من كيانات واجهزة ودول ودول فيه خلق وصناعة ده وللحقيقة يعني يعني يمكن ده تألف المساعدة بشكل واضح فيه اطراف كتير جدا في العالم كسبانة مع الارهاب يعني من مصلحتها انه الارهاب يبقى موجود فبالتالي انك تتكلمني انه الارهاب يعني انا لو الاسباب الداخلية دي انا قضيت عليها بكرة الصبح الارهاب بكرة الظهر هيخلص اه ده مش حقيقا يعني هو مش فيه اطراف بالتأكيد هتبقى سعيدة لما يبقى لقدر الله المنطقة العربية والشرق الاوسط غير مستقر غير سابت مش تقول طول الوقت تحت غير تحت سيطرة الدولة او الحكومات اذا هتترك نهبا لكل من هبى ودب وبالتالي المنطقة مش هيحصل لها الصعود اقتصادي ولا سياسي ولا عسكري ولا هتديقهم في حاجة اللي هو يعني بس خلاصلي على الناس دي وهو ربنا اراد ان هذه المنطقة منطقة سرية بالسروة الحمد لله يعني وربما تكون دي احيانا هي لعنتنا اللي احنا يعني البلاد الفقيرة خالص اللي ما عندهاش حاجة ما تلاقيش حد بيعملهم حاجة يعني ما حدش بيقرب نحيطهم لكن احنا عشان عندنا شيء الناس تطمع فيه بيحصل فينا ده كل فبناخد الموضوع كواليس حتى الارهاب يعني زي ما بالزبط كده ربنا اراد ان 2018 تحصل فكل اللي تم تخطيطه وتصوره للمنطقة يبدأ ينهار يعني عامل كده زي الدومينو شوف انا كنت عايز اعود وبعدين انا عندي انا منحظ الحلو ان انا خرجت من الاستجواب بسرعة حظنا احنا مش حلو لدينا كنا نحب نقعد معاك اكتر ربنا يخلي كيرو وشرفتنا بجد كاتبنا والسيناريست الكبير باهر دويدار مؤلف المسلسل الرمضاني العائدون انا ادعوكو ثقة فيما يكتبه السيدة المحترم باهر دويدار انكو تابعوا المسلسل الاسم كمان يثير الكثير من علامات الاستفعام كلنا قاعدين عمالين بنسأل وفي حاجة مهمة استيس باهر دويدار قال لنا القاتي قال لنا ده مسلسل احداثه بتدور من 18 ل 20 يعني ملفات على ما يبدو شديدة الحساسية نظرا لقربها الشديد من يومنا الحالي اللي احنا بنتكلم فيه زمانا ما كنا نشوف جمعة الشوان ونشوف رأفة الهجان ونشوف الصعود الى الهاوية دي بتبقى ملفات اتقفلت بقى لعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين سنة ده مسلسل اعتقده مهم ويطرح اسئلة خلصت الحلقة لحد كده لو كاننا العمر ان شاء الله هنتقابل يوم السبت الجاي وبرده ماجيكم التاسعة وسلامات